السلام عليكم هل يمكنكم فيديو جديد طبعا لكثرة الأسئلة عن AirBuds Pro جديدة قلت خلسوا فيديو وحطيت Post تقريبا قبل 9 ساعات في أسئلة تقريبا 12 سؤال في بعضهم متكررين فأجاوب عليهم حبة حبة كبداية كيف جودت الصوت من واي فاي أحمد كيف جودت الصوت البيز والموسيقى وفرقها عن AirBuds العادية هناك فرق طبعا لم تغيروا شيء لكن هناك فرق لا يمكنكم تسمعها من عندي لكن هناك فرق خاصة بما أنها فيها جلدة هنا ستكتم عندك والصوت نفسها من الـ سيكون داخل إذنك فهي فرق في الصوت فرق لا يكون ملحوظة عندما تغارنها بالثنتينين يجب أن تضع السماتين ثنتين ومتغارنها لكن هناك فرق في الصوت سأعطيكم قدام هناك شخص اسمه محمد يقول جودت الصوت هذا الفرق عنها نغاوت الصوت في فرق الفيديو الذي قبل هذا سويته عن مغارنتها سويت لكم لو تشوفونا عن AirBuds قرنتهم ثنتين وحطيتهم وشقلت المايك تكلمت وقالت لكم هذا الصوت من AirBuds الأولى وقالت لكم هذا الصوت من AirBuds الثانية هناك فرق في جودة الصوت أو جودة المايك قصدي طيب سؤال واحد هل AirBuds مزعجة وتأدي الإذن بحجمها وهل الربل يدخل في الإذن وبعد فترة طويلة يؤلم الإذن هلما أن AirBuds القديمة كانت تؤلم إذنك؟ حسنا، هذه AirBuds الجديدة فيها جلدة الغديمة تؤلم بعض الأذان لأنها بلاستيك فالبلاستيك وانت بتحطها في إذنك لازم تعلم الإذن لكن كجلدة هي جلدة يعني وحصا ما نتقل له الجلد لأنها ستكون جلدة خفيفة فما رح تؤدي الإذنك وهل على كلامك أن حجمها حجمها أصغر من الغديمة صح حجمها بشع الغديمة كانت أفضل لكن الشكل البشع يجعل فيها هو الشكل اللي قدام هنا وبرضو أنت بتحطها في إذنك يختي في كل شيء ما رح يبين الغديمة كانت أطول فبالنسبة لي أنت ضوغك يعني مثل ما نشوف هنا طويلة مثل ما نشوفها كيف في الإذن هنا وتحطها الجديدة لا، تكون قصيرة والشكل البشع رح يكون داخل الإذن فما رح تبين عندك طبعا هنا أكبر، بس داخل إذنك برد ما رح تحسب الفرق فمثل ما تشوفون هذه الغديمة وبرضو هذه الجديدة وشكلها أكثر برضو ما رح ما حسيت بداك الثقل في الإذن وبرضو جلدة فلازم مئة في المئة الجلدة تكون أريح وما حسيت الأدية في الجلدة خاصة أنك تقدر تغير الجلدة في ثلاثة نواع في سمول، أول ما تأتي ميديم وتأتي اللارج فأنت على حسب تحط الجلد اللي ترايحك وتكون ممتازة عندك طيب، سؤال من راشد آسف راشد ما رح أقدر أغارن كل السماعات اللي تقولهم، بس بتكلم معاك البداية، هل علاوة الصوت يفرق بين AirBuds 1 و 2؟ علاوة الصوت في فرق لأنه يكتم عندك كجلدة محطوطة تقريباً يمكن الصوت لا يفرق لكن بما أنه في جلدة فهي نسبة صوت أعلى سيكم عندي إيقاف ميزة العزر الصوت كم نسبة راحة الجلد في ابنك هل راحة الجلد مثل AirBuds 1 و 2؟ لا، ما راح تكون مثل AirBuds 1 و 2 وعلى حسب ابنك بما أنني مثلاً أنا بجهة اليمين فيه تقريباً خدش عندي في ابني فتأديني أي سماعة لكن على يصار ما أشعر أصلاً بتعب نادر يجيني ألم من البلاستيك في AirBuds الغديم لكن الجديدة الآن لم يجعني ألم لأنها جلدة فما في ألم يكون من الجلدة الجلدة خيغة على الأذن فما راح يجيلك ألم وبعض اليوتيوبر برضو الأجانب هم شفتم تكلمون يقولون أصلاً أن بعضهم ينسون السماعة في ذنهم أنا لم أضعها ذلك ذلك الوقت الطويل عشان ننساها لكن يمكن لو أضعها كثيراً لكن ما أتوقع أنني أقدر أركب سماعة في ذني بوقت طويل ما أحب أن أركب شيء فأضعها وقت ما أسمع شيء أو أضعها وقت النين مثلاً ما أشي بروح لكلاس لذلك لذلك يبدأ لكلاس هذه في الكافي شوب أحياناً نضعها لكن في وقت المذاكرة أحياناً نفصلها فلازم أدقق على الأشياء فما أقدر أضعها في وقت طويل يمكن تكون أفضل في الأماكن العامة وكل شيء لكن في المطار أو في الطيارة أقدر أقول لك مثلاً 50% تريحني الغديمة مستحيل أخذها في الطيارة لأن ما فيها عزل فلغدي ما كنت أستخدم البوز اللي هي خمسة دارين تقريباً كيو نسيت اسمها أصلاً بس تعرفوها أفضل بكثير وأريح يعني مستحيل تغارن هادي بهادي هادي جلدة في الإذن هادي ما رح تسوي شيء في إذنك دي جلدة برضو جلدة مريحة هنا الفوم اللي هنا وبيكون فوق إذنك فإذا ركبتها خلاص صج ثقيلة لكن ما رح تسوي شيء في إذنك وتكتم عدل وما قدر أغارن أصلاً ولا تسوي مغارنة بدي بدي ذا لها سوق وذا لها سوق فطيب لو متكلم عن الإذن نسبة طيب تخليها عادي بإذنك نفس الغديم ولا تضايق وتكتم ما تكتم يعني إذا كنت بالضايق قدر أحولها حق الصوت اللي يجي من الخارج النوع الثالث إنه ما تقول طافي وفي نويز كونسوليشن في الصوت الضوضاء إنك تخش عادي فإذا حسيت بالكتمة وما بيستخدم أصلاً نويز كونسوليشن أحولها للصوت العادي الخارجي وما تؤديني يعني طيب عزل الصوت نويز كونسوليشن ممتاز بقوة وما قدر أغارنها بالسماعات اللي كاتبها ومتكاتب يعني أغارن الإيربودز بسوني WF طبعاً سوني WF شفت كذا في يديو رح أتكلم لكم شوي فما عندي سوني WF وتبعوني أغارنها بالإيربودز مع الجالكسي بودز عالي عندها الجالكسي بودز سأتكلم عنها بعد شوي وتبعوني أغارنها بالإيربودز وهواوي فري بودز هواوي موجودة عندنا في أمريكا فصعبة ويجب أن أرى أحد في السعودية يشتريها ويرسلها لي في مشوار وغارنها بالبوز سوند سبورت وغارنها بالباور بيتس برو كلهم ذلك يبي لهم وراس مال يمكن قدام مع المستخدال في بعض السنوات إذا صارت الغناء وصلت لدرجة أني أقدر أخذ منها فلوس وأشتري من هذا الشكل لها من عيوني في المستقبل ممكن تغيرون السماعات وراح أشتريهم كلهم إذا كانت الغناء كويسة ونغرنها معكم قدام لكن نتكلم مع السوني WF 1000 XM3 شفت كذا فيديو لها يتكلمون أن النوائز كونسوليشن فيها ممتاز لكن النوائز كونسوليشن يكون أفضل من السوني WF لأن السوني WF في النوائز كونسوليشن تسمع زي الزنة لا أدري لماذا سمعت الناس يتكلمون عنها لأنه حتى عالي يتكلم بعدين عن الجالاكسي بوتس وعالي يقول لها شقل نوائز كونسوليشن في الجالاكسي بوتس لكن إذا شقلت الصوت المحيطي في زن يقول في داخل السماعة المايك أو شيء السماعة فيها خلل أو أن ما تضبطوا هذه الدرجة فالإيربوتس أفضل منهم في ذي النواحي والإيربوتس ستكون أفضل كيف تصمع بين الإيباد والآيفون فهي ستكون أفضل من السوني لكن السوني ممتازة المايك تقريبا أفضل خلصا أن المايك يأتي لك تحت لكن يتكلم أن السوني فيها لمس إذا تفضل اللامس لكن هنا في الضغط في السوني تقدر الشيء الذي يمكن أن يعجب الناس أن تتحكم بمستوى نوائز كونسوليشن لا يوجد إلا لفل واحد لكن إذا كنت عندك آيفون فهي ستكون أفضل هواوي بوز في المستقبل أحترم بوز بوز 200 دولار تقريبا فأكثر الناس يقولون أفضل خصوصا كيف تتعامل مع آي او اس نفس لأن الشركتين نفسهم ننتقل ودي على يجرب السماعات على يجرب السماعات أول مشاريتها أتكلم حط يضع ويستخدم الجالكسي يقال فيه فرق كثير بينها وبين الغديمة الغديمة كان فيها صوت جيد وكل شيء لكن يقول ممتاز هذا الشيء اللي لاحظ أنه يمشقل الضوضاء والعزل يقول أنه ممتاز لأنه لا يوجد زنة عندها في الجالكسي يوجد زنة تخرج من الداخل ننتقل أيضا نشوف هل ضايقك الربر؟ الربر لا أنا أكل هذا الربر خاصا من الجالكسي السماعات الغديمة لأن هذا الربر كان يسد الأذن في هذا لا أعلم لماذا أنه لا أشعر أنه يسد الأذن يعني إذا ركبتها لم يكن الجلد نفس النوعية في الجلد في هذه السماعات فأعجبتني وأيضا إذا كنت تحسن الربر يسد الأذن تضع الصغير أنه يخش داخل لا تشعر أنه تشعر فيه في ذنك فأعجبتني في استخدام ما أعجبني إذا ركبتها وقت ما أشيلها أحيانا أحس أنه لم يكن تمسك داخل لا أشعر فيها لكن إذا جيت أطلعها أشعر بتغيير الصوت فأفضل إذا كنت مثلا أنت تشيلها وتضايل كثير سأضعها يعني من العددات الخش أو أنك تضع الاختصارات عندك وأن نضغط عليها تضفيها وأن نشعر فيها لأن نحس أنها تضغط عليها وأن نحن أن نتركبها نعمل نوز كونسوليشن وأن نفصلها من إذن كذا فجأة يقضع نوز كونسوليشن ترجع لك الدنيا كذا مرة ثانية فأمكن تعود قدامها وأنك تضفيها ونتفصلها طيب أودك أنها كانت برو من قير ربر أو السماعة والبرو الجديدة بالربر أقنعتك إذا كنت بالنوز كونسوليشن هذه ممتازة والربر اللي الآن ما حسيته بذيك المشاكل لكن لو أنها فيها مشاكل قوية سأشتري البلاستيك وبكن الحمد لله ماشي معي طيب إيش السماعات التي استعملت قبل ضيء وهل السماعة جيدة للمستخدمين الأندرويد إيش أفضل هي ولا سماعة سوني وف فتكلمت هنا قبل شوي لكن في الأندرويد يمكن أن تذهب حق سوني مع أنه لا يوجد فرق فقلت لكم أن فيها ضجة في السوني يعني في الزنة فـ دي كام اللي يعتبر بالمواصفات نفس ذيك لأنها تشقل نفس النغاوة أو أنواع الصوت هناك ACC وستيو ولكن ACC تقريباً في الفيديو أذكر واحد تكلم من ACC أو نغاوة الصوت هنا أفضل مانع الأزعاج نويزي كونسيليشن سمعت عن تكلم الشخص يقول هنا أفضل برضو في فرق بينه وبين الغديمة أو في فرق بينه وبين WF يعني بالدقق بقوة تكون أفضل من سوني إيش السماعات التي استخدمتها قبل ما قدرت أتذكر السماعات أنا في سماعات قبل ديلي لكن الان اللي عندي استخدمت اللجي قديمة استخدمت اللجي شريتها بفرق ديليش لأنه يقدر أطلع الخيط وأقدر أضغط هنا وارجع ها طلعوا صدرات أفضل من ذي برضو وشريت بعدها واحدة وضاعت بعدها خلاص دخلت على هذي شريتها وقمت استخدمها في كل مكان لكن المشكلة دي في الصيف تعرق وما أحبها لا أحبها فشتح لها حلول أن تدفي ذنك في الثلج وهذه ما في أفضل منها طبعا نزلوا فيها 700 اسمها بوز 700 وسويت لها رفيو برضو في القناة ترجع لها في الصيف سويت لها لكن تميت إلى الآن ما عادة لأن ذي أفضل بالنسبة لي ديك ديك فيها ميزات أكثر أفضل من ذي لكن كشكل عندي ذي أفضل هذا الشيء يريحني لكن إذا كنت شخص أبقى أنصح شخص أبقى أنصح شخص في الجديدة ما أبقى أنصح شخص أبقى أنصح شخص أبقى بعدها تقلت على هيربوتز وستميت على هيربوتز أستخدم هيربوتز في كل مكان في الماشي خاصة في الصيف لكن في الطيارة أستخدم هذي ونزلت هيربوتز الثاني وفي فرق كفيف في الصوت وما نصحت أي شخص أن يشتريها إذا لديها الثاني إذا لديها الثاني إذا لديها الثاني بعدها البرو البطل فأنصح كل شخص يشتري هذه الثاني لديها الثاني ماذا سماعات؟ وكيف طريقة تغيير الربر؟ نتكلم عن الربر كيف تفصل الربر صعب مثل ما نرى لكن كنت خائف في البداية لأنني أشعر أنه صعب أن يفصلها لكن مثل ما نرى الآن بقوة لا لديك شغل عادي فقط تلها بقوة لا تشعر أنها تخترب أما تركيبها تركيبها سهل لا أعلم كيف فقط تركيبها تشيلها بصعوبة أما تركيبها بكل سهولة لا تخافوا أن تتشيلها وحلو فيها لو أنك تتوسخ يعني تعطيها شخص يكلم وكذلك تعرف بعض الأشخاص التي ركبتهم فما يحتاج أنك تتواهق مثل الغديمة أنك تنظفها براحة لا تفصلها وقوم بقوة وركبها ثانية لو تتكلمون عن المانع فيها مثلا ضد الماء وكل شيء إلى الآن أقول لك لا ضد الماء لكن ضد التعرق ونتلابسها عادي وكيف تغير خلصنا وشوف ما أفضل سماعة الربر بالجلد أو لا تتكلم عنها قبل وخلص هل يشتغل فيها مايكين للأسف لا يشتغل مايكين إلى الآن مايك واحد نفس الطريقة الغديمة طبعاً وانت تتكلم لو أنه محطهم في نفس الاذن أو في نفس الراس نفس الاذن محطهم في نفس الراس وتكلم شخص كذا لازم أبرل تشوف حل كذا عادي يشتغل مايك واحد مايكين لا يشتغل مايكين في نفس الوقت لكن إذا كنت تعطيها واحد ثاني فأبي أبرل تشقل مايك لا يشتغل مايك ثاني فحالة نتشغل مايك ثاني لكن للأسف لا يشتغل مايك واحد بس تقريباً هذه الفيديو كله وهذه أسئلتكم إلى الآن أصف أن لشخص حطت سؤال قدام وما قدرت أجاوب عليه حين فسمحوني فبس ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك بالغناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحتهمني ولا تنسون من فضل دعاكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة